السلام عليكم أخوتي و أخواتي و مرحبا بكم في قناة شاف نوردين و مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم إن شاء الله سوف نرى طريقة تحضير الجنواز رائعة و سهلة و ناجحة بيئة من البيئة الناس لا تصدق شيئا من الجنواز و ستتعمل هذا الفيديو و ستنجح معهم إن شاء الله إن شاء الله سوف نعجب لكم و تجربوها و كبال عدد أخوتي لا أعجبتكم بحلقة اليوم إن شاء الله سوف نعجبكم الفيديو و تشترككم في قناة دكتورة باشتريبات و توصيب جديد الوصفات دبع براكس اللي سوف نتكلم بقادر و ترقص التحضير بالنسبة لما قادر على براكس اللي و كي أعودتكم بإبارات القابة كتبية في خالة الوصف نحتاج أربعة بيضات نحتاج كذلك 150 جرام ديال الدقيق نحتاج كذلك قبيصة ديال الخميرة الحلويات نص كاس ديال ما دافي نكات الفانيلا و 150 جرام ديال السكر الخاشن بالنسبة للسكور ديال امريكي يكون قد دقيق على براكة اللي في ناء عميق نحتاج أربعة بيضات كذلك نكات الفانيلا يمكن لكم تديروا معلقة ديال كاكاو إلا بغيتوها من السما بالنكة ديال كاكاو و نحتاج 150 جرام ديال السكر و نحتاج الخلاط تطلع في الخلاط الكهربائي أو لطراب مش الخلاط الكهربائي عفونا بطراب الكهربائي أو لألة ديال العجن لأن الخلاط ما كيعطيها شدك القوام ديال الهوائي اللي كيكون فى الخلاط ديال بيضي السكر بعدما كدوز كما كتشوفو 8 دقيق على براكة سيدا كنضيف ذاك المنسكاس ديال الماء دافي ديال العنبه نسكاس و يكون دافي ما خصوش يكون برد كما كتشوفو 9 كنضيف ذاك الماء دافي كتشوفه الخلاط ديال البيضي و يضاعف الحجم ديالو عياره غادي يبرمعكم في الصور نضيف الخالطة بشكل ضعف و اللون أبيض نضيف الخلطة بشكل صغير نضيف الخلطة بشكل صغير نضيف الخلط بشكل صغير و السكار بعد أن تشاهدوا الشكل نضيفه دائما للغربل و نضيفه الكمية البشكل و نضيفه بشكل صغير و نحاولو دائما أننا لا نحركوش ضغية لأنه إذا حركتوا ضغية ذاك الهواء اللي كان في البيض غادي ينزل و ما ديش نجح معكم الوصفة لذلك أحرصو أنكم تحركوا غير بشوية و من التحت للفوق و بشوية و من التحت للفوق و بشوية تو كان تخلط على خاطرها وتتخلط الدقيقة مع المكونات كاملين كما تشاهدوا بشكل هذا طريقة سهلة و سريعة يعني و اقتصادية يلي ما فيهاش الخدمة بثاف كنجيبو شي مول أنا هاد المول اللي عندي فيه فيه 18 سنتيمتر إلا جبلغات تستعملوا مول فيه 26 سنتيمتر أو إلا فيه 28 أو إلا فيه 30 سنتيمتر هادي تديرو خمسات البيضات إلا كان فوق من 30 هادي تديرو ستة البيضات أنا هاد المول عندي فيه 18 سنتيمتر و درت أربعة البيضات كان ديرو كان فرشو لي الورق دي الفورن و كان دهنو الجوانب بالزبدة صاف و كان خلو الخارج دي نباتش كذا كان دخلو الفرن اللي مداجة سخنة على 180 درجة كان خليو الحلوة دي النارة ضغية كات طيب ما كات توتش 15 لقاقة كات طيب من التحت كان جعلوه من الفوق حتى كات طيب كان فانوب من و بعد حين دخلوها قدرعت مالايطار كان نحيدوها من المول أو من الإيطار و كانوا فوق شبكة و تGHthe كانوا استعملوها إذا جاب الله ما كنتوش هتستعملوا هذا كل يوم يمكن لكم أنكم تغطوها كلها بالورق أو بابي السلوفان وتورها في النمو جميد من الوقت اللي تبغوها تجبدوها وتستعملوها يعني إذا ما كنتوش هتكون الوقت أنك تقدو لك كله في نهار واحد كتقدو جنواز بيوم ما ينقبل وكتخلوها في النمو جميد حتى النهار ديال تزين وكتجبدوها وكتزينوها عندما كما كتشوفو العلو دياله كيفاش كي يجين يرى يمكننا نقسمها على ثلاثة إذا كنتو بغيتو العلو أكثر ينقلكو ونصيدو بيضاخر وتخليوني تفضمو الى 18 سنتيمتر أنا ما عزيش علي الكيك يكون عالي بزاف تكون في البابي بزاف لذلك كنفضل أنه يكون قليل خصوصا في التورتات هذا كيبقى شكل نهائي ديالها إن شاء الله تنال إعجاب ديالكم وتتجربوها وما تنسوش أنكم تزوروا أو تشوفوا الفيديو اللي غايكون في العشية مع السات العشية اللي غنزينو في هالطورتة هادا اللي غنزينو في الموعد المصدحات موسيقى